بسم الله لم أتذوق تين بهذا الجمال حاجة رهيبة بعد إذنكم هنعرف تفاصيل أكثر عن التين وزراعته في مطروح إزاي في اللقاءنا النهاردة تعرف حضرتك صالح فايز عوض زيتون شرفنا بيكم حضرتك فايز مبارك فايز شرفنا كلكم فايز ولا إيه أولاد المحوم فايز عوض زيتون رحمة الله علي نصار مبارك فايز عوض طيب واسم مختلف معنا النهاردة احنا حتك في المكان ده اسمه اللي احنا موجودين فيه احنا في منطقة في محافظة مرسى مطروح في نبعد في حوالي 22 كيلو في وادي حبس الخاص بالمرحوم فايز عوض زيتون احنا شايفين المكان هنا ما شاء الله عبارة عن جبال وفيها شجرتين ومش شايفين أي مية أي مصير زراعة أي طرعة أي مصدر ماء فكنت عزفها منتو ازاي بتزراعوا التين هنا في الأرض السحراء القرضاء دي دي زمع هي جميلة لكن ما فيش فيها مياه خالص صحيح احنا احنا في المنطقة ده بتسميه وادي وادي منحضر يعني ده بيعتمد على المياه مياه الأمطار احنا مية مطر كلها مية المطر حتيجي وعملين السدود المطر دي تيجي في شهر عشرة 11 12 واحد اتنين تلاتة يعني محتمدة على مية الأمطار تمام يعني حياتك سبحان الله كل الخير اللي احنا شايفينه ده التين ده ممكن اقطف واحدة اه ايه لقى اطفة معينة اه انا اسف كده بتجيب الاصابة ايوة لك للجمع بتاعها اه طب نشيل بقى دي عشان ما بوص لا 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 عادي حاشيلها ماشي اوه فطبعا انا طبعا جمعة التين بشكل خاطئ بس احنا تعرفنا معلومة جديدة برضو كيفية جمع ثمر التين بالشكل ده. كده الاطفال يمين او الشمال بتحافظ عليها تمانية واربعين ساعة. جميل جدا. اما الاطفال دي هتتغير على طول يعني. اتفضل. طبعا ده اخر جيل في الاسرة الجميلة. اسمك ايه? مبارك. من اول يا مبارك. على اسم جده ده. ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. اه فحياتك شايف ان كل التين الجميل ده اه كل الزراع اللي شايفينها وصدنا دي اه بتعتمد على مياه الامطار. بالزبط. بالزبط. فقط. فقط. بيعندكو ربنا سبحان الله تذكر اه اه ازا ما قلت في بداية اللقاء والتين والزيتون. نعم. ليه مرتبطين ببعض? هو هي هي طبيعة طبيعة المناخ وطبيعة يعني مناطة مؤسمة مسلا لو تكلمنا في اوم الرخم حنتكلم على الزيتون والتين. لو تكلمنا عن براني حنتكلم على العنب. لو تكلمنا على سيوة حنتكلم في الزيتون المخلل. لكن هنا لكن 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 هنا ليه الليه مرتبط التين مع الزيتون? فيها سببها او الاتنين مش محتاجين مياه? لا هم يعني متعقلمين مع المناخ والجو. ممكن انه تسرعه في مطيقة في سيوة في القاهرة في الاسجندرية مش هينفع على التين ده. ويعتبر بقى فندم اه يعني اكتر حاجة بتتحمل القلة المياه اللي هي التين والزيتون يعني بتحمل يعني حتى لو قد سنة من غير مياه شتا سنتين تلاتة هي بتتحمل يعني السنتين تلاتة من غير مياه. غير اي شجرة تانية يعني. وما تموتش. وما تموتش. يعني انت ممكن ييجي سنة في شتنا يقش في امطاق? يعني السنة دي يعتبر في اماكن قاتش الامطار الشتا فين واماكن لا. وبتتحمل معانا السنة اللي بعدها بتيجي مياه الشتا ويعني اه بتاقلب نفسيا. بتاقلب نفسيا. شجرة تين زي دي نقول عمرها كم سنة? يعني دي مزروعة في حوالي الفين. الفين. اه. ده من عمر بنتي اللي بتصورنا دلوقتي. يعني عندها اربعة وعشرين سنة. حوالي اربعة وعشرين سنة اه. طبعا بيجي في شهر اتنين بيبقى قبل شهر اتنين هو نظام التقليم وما فيش يعني ما فيش احنا الشجرة دي بس جرار الزراعي هو اللي بيشتغل في الوادي ومية الشتا والتقليم. غير كده ولا في مبيدات ولا في رش ولا في اي حاجة ولا في ري ومية زي ما انت شايف كده. يعني يعتبر حاجة رباني. سبحان الله. تعالي نصار بعد اذنك شرفنا برضو. عشان طبعا انت النهاردة تعبنك بالفور بتاعتك. لا تحت امرك فندم. نصار هو اللي جابنا هنا في الحقيقة انا اشكره وكمان مركبنا وركب المعدة ومصورة المخرجة ورف العربية. تحت امرك فندم ونورتونا. والمكان مكانكو في اي وقت. واحنا الناس بنحب العشرة يعني بنحب العشرة وبنحب نعمل. ليه طعم التين في مطروح عندكو مختلف? حضرتك مختلف عشان مسلا اه ما بيشتربش الا مية سماء على مية المطر. ما بنديش اه علاج. ما بنديش مسلا اه حاجات مضرة عشان تطلع لنا المحصول في غير وان وعشان نبيعه باسعار غالية. لا. احنا المحصول يطيب اه على راحته. امتى بتطيب المحصول عنده كل سنة? خلصتاشر ساعة. خلصتاشر ساعة. تدعم من خمستاشر سابعة لغاية. لغاية شهر عشرة. يدخل عليه الشتاب يخفى. يا احنا جاي في الموسم. طب مش هوسيك بقى عشان طبعا احنا عايزين نجيب لكل المشاهدين هنجيب لكم النهاردة معنا كمية التين رهيبة من مرسى ما تروح. وعايز اقول لك على حاجة برضو. ايوا. انت شجرة التين اللي انت بتصورها دي وشايفها. اه. دي ولا بتاخد علاج ولا بتاخد اي حاجة مضرة للمحصول ولا بندي ممنوع اي حاجة. كله طبيعي. مزرعة بتاعتنا. اهو. حاجة طبيعية. حاجة عايشة على مية الشتاء. اهو اتوضر. اهو. اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو التين. اهو طبيعي الوان طبيعية اهو. 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 وبيلف هو عشان خاطر زي ما تعلمنا. يلفها يمين او شمال عشان ما يبوصش مكان الثمرة. ودي انضف انضف تين. التين انواع طبعا. ايوا كنا عاوزة حياتك بقى ايه انواع التين. التين انواع يعني فيه البرشومي. ايوا. تمام? فيه السلطاني. ده السلطاني. اللي هو علامة النجمة او المورسيدس. ده الدرجة الاولى. يعني حتى عفوا بس يعني حتى في لا في الفواكه برضو في انواع وامركات. اه مركات. طب وديه ترا فئة كان فيها الولى? ده دي درجة درجة الاولى دي درجة الاولى. فيه المجرح وفيه البرشومي. وفيه التيني الابيض. البيوضي احنا بنقول عليه. طيب وعند حياتك هنا في مزرعة. وفي المزرعة هنا في انواع التين كلها? لا هو نوع واحد ايه هو اللي متأقلم. يعني لو قلنا سفينة الصحرة. سفينة الصحرة حنا نتكلم على الجمل. طبعا. لو تكلمنا هنا على الزراعة في سفينة الصحرة حنا نتكلم على الزيتونة رقم واحد اتنين التينة. هي اللي بتتأقلم مع الجو وتأقلم مع المكان وعلى المناخ ومع الحاجات دي. سبحان الله. جميلة جدا. لك انت هنا في ده السلطاني. خلاص عرفنا لو فيه النجمة. اه. في حاجة غير السلطاني? طلب طلب ع السلطاني. اه انتاجه اكتر. مطلوب في السوق. بيتحمل درجة الحرارة. بيتحمل السفر لغاية القاهرة. اه بياخدوه التجار. لكن اما التين التاني يعني ملوش طلب. يعني كل الشجر اللي موجود قصادنا ده كله. هل ده كله سلطاني? كله سلطاني. كله وانت نصر بتحب اكتر نوع ايه? السلطاني اكيد طبعا. اه. وانت مبارك بتحب نعطين ايه? سلطاني. اكيد? ومن مزرعة اولاد فايز ده تيني يعني بسم الله ما شاء الله. طيب تمام. احنا طبعا هنعمل لكم على النا دروقتي مجاني غير مدفوع للاجر بس انا كالت بصراحة تيني يعني لما خلاص. حبيبي. لو حد حاب يجي هنا المزرع يجي ازاي? اه مسلا يجي من اه من محافظة مرسى مطروح. اه. لام الرخم عجيبة. عجيبة. بجوار اه مسلا بجوار فندق كارلوس. تمام واحنا برضو هنسيب في التعليق اه وفي البيو هنسيب الرقم التليفون عشان لو حد حاب يجي بتين اه السلطاني. اه او مرسيد. يجي هنا على طول في مزرعة اولاد فايز. اه انا شايفين هنا سبحان الله الطبيعة ان المزرعة في الوادي بين الجبلين. اه المية لما بتنزل في الشتاء بتبقى يعني بتغرق بتعمل هنا فايضان او حاجة ولا بتبقى بسيطة? بتعمل سيل يعني? اه بتعمل زيول والسد ده بحياخد المية كده الورا كده بارتفاع مثلا متر او نص متر لغاية اخر سد تاني متدرجات. دي امطر شديدة. اه اه امطر شديدة. طب هل فكرتوا في طريقة ان انتو تحتفظوا بها في مياه الامطر? اه زي الخزان. يعني تخزنوها. اه زي الخزان اللي كنا عنده دلوقتي. الخزان ده بيشيل شيل حقيقة. موالي ربعمية طن ده. ربعمية طن. اه. يفضل معاكو قد ايه? يعني هو بصراحة لو لو عالشجر بيفضل معانا حوالي ستة شهور ولا. انما لو هتمت زراعة لماطم وفلفل والحاجات دي. اه. بستهلك كتير ما ينفعش. لا ما ينفعش. فانتا كشجر فبيعود معاك بيكفيك السنة تقريب. بالزبط انا الشجرة دي محافظ عليها. تمام بتاقلمها مسلا سنة سنتين حتتعامل مع مع الميات المطر والتربة والقو. ولو ساقتها مية هتعمل هترفع الشبكة بتاعت الجذور دي للسطح فوق. ولو افصلت علينا الامية. دي نظام تعود. تعودت على المية حالورقة هتخصه والحباية هتصغر. لما احنا نساحبين عالمطر عشان هي متعودة ради كده. تمام. وده كان لقاءنا التين السلطاني النجمة حتى الفواكه بقى لها يعني آآ فقات. الفقاة الاولى والفقاة التانية. فدي اعلى فقاة في التين هو التين السلطاني. الاجواء جميلة جدا الهوى ريحته حلوة تحبت يستنشك الهوى هدوء ساكينة في الحقيقة ده شيء طبيعي ان الشجر يطلع حلو ويطلع طعمه جميل حتى هم الناس هنا في منتهى اللطف والجمال في الحقيقة وده برضه ما ندرش نفس الان اللي بيكون عايش في اجواء جميلة كده خلابة رومانسية شاعرية بيكون انسان لطيف يعني في عكس احنا الاسف عايشين في القاهرة في المدن المزدحمة في الترافيك والبوليو شانو بتبقى حاجة مقساة تعالوا مرسى مطروح وتعالوا كروتين من هنا واستمتعوا بالاجواء الجميلة في امان الله